الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعمير المعرفة يقدم في مجال القصار الجزئي قاعدة معكوس المرونة أو ما تسمى انفرس الاستسترول هذه القاعدة مهمة جدا في معرفة كيف تسعر المنشأة السلعة التي تبيحها بأي سعة تبيحها وخاصة إذا كانت منشأة احتكارية على بركة الله نبدأ وأرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة حبة التطربة المتعمل لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا قاعدة معكوس المرونة انفرس الاسترول يستخدم بعض متخصصي اقتصاديات المنشأة دعني هنا أشدد على اقتصاديات المنشأة هذه هي اقتصاديات المنشأة ما يطلق عليها قاعدة قاعدة هو للأمانة يعني بقيس قوة الاحتكار سواء كانت صفر أو أعلى من صفر وسأبين ذلك بعد قليل إن شاء الله نكمل نبدأ بتعريف مرونة الطلب السعرية price elastive demand كما يأتي أن هذه epsilon هنا منطل الطلب السعرية تساوي التغير المئوي في الكمية المباعة على التغير المئوي في سعر البيع وتساوي طبعا هنا التعريف المئوي هنا يساوي delta q له تغير في q مقسم على q مقسم الآن كل هذه الكمية مقسمة على التغير في p سعر مقسم على p لاحظوا لي أنه هذه العملية يعني يمكن الآن أنه هذه إشارة القسمة تصبح ضربا إذن قلبنا يعني هذه النسبة كما يأتي الآن ما يعني الآن بأن الassistive ساوي التغير في q على q مضروب في p على التغير في p تعطينا النتيجة النهائية هذه اللي هي إذا كانت الكمية تتغير في السعر قليلة معنى ذلك بأن الكمية المطلوبة تتغير بكمية قليلة وبالتالي نستطيع أن نستخدم إشارات المشتقة فالإلاستيسيتي هذه تساوي هنا النتيجة النهائية p على q مضروب في dqdp حيث dqdp اللي هي التغير في الكمية بنسبة للسعر بإشارات المشتقة إذا نكمل بإذن الله الآن تعرف الإرادات الحدية أرجو الانتباه هنا توتر ربينيوم للمشيء بأنه حاصل ضرب السعر بالكمية أي أنه الآن توتر ربينيوم تي آر تساوي p ضرب q له السعر مضروب بالكمية أهم جدا وتعرف الإرادات الحدية أو ما يسمى بالمارجين الروبينيوم mR كما يأتي تساوي mR تساوي التغير دريبتف المشتقة التوتر ربينيوم بالنسبة للتغير في الكمية إذن dtrdq أو التغير في الإرادات الكلية نسبة إلى التغير في الكمية المباعة margin revenue نكبل على بركة الله يمكن استخدام قاعدة الضرب اللي هي product rule في اشتقاق الإرادات الحدية كما يأتي الآن توتر ربينيوم تساوي p في q فذكرت هنا أنه قاعدة الضرب فالمارجين الروبينيوم تساوي p مضروب في مشتقة q بالنسبة لq زائل q مضروب في مشتقة السعر بالنسبة لq هذه أصلا تصبح واحد صحيح فيبقى لدينا p زائل q هذه هنا q مضروب في dpdq إذن هذه النتيجة قبل النهائية مهم جدا أن نتذكرها هذه هي دعني أميزها هنا بأن المارجين الروبينيوم ساوي p السعر زائل q مضروب في مشتقة السعر بالنسبة للكمية نكمل تتحقق أعظم أرباح لأي منشاة عندما تساوي تذكروا هذه القاعدة الذهبية والguoden rule مسميحنا مارجي ربينيوم ساوي مارجين الروبينيوم ساوي مارجين الروبينيوم أو الإيرادات الحدية تساوي التكاليف الحدية معنى ذلك بالتعويض عن المارجي ربينيوم هنا يعني الآن سأعوض بدل مارجين الروبينيوم أضع مارجين الروبينيوم بحلها ينتج ما يلي مارجين الروبينيوم ساوي هذه الكمية لاحظوا لآخر كمية وصلنا إلها المارجين الكوز يساوي P زائد Q في D P يعني هذه نتيجة مهمة جدا جدا سأبسطها حتى نكتشف بالضغط من المقصود بLearner Index أو مؤشر ليرنر في الاحتكار فأرجو الانتباه الآن مهم جدا تذكروا هذه القاعدة بأن المارجين الكوز يساوي السعر زائد Q مضروب في مشتقد السعر بنسبة الكمية نكمل على بركة الله الآن نعيد كتابة آخر نتيجة كما ذكرت مارجين الكوز سعر Price زائد Q مضروب في D P D Q الآن بمعاجل بسيطة معالجة بسيطة فقط لا غير يحصل الآن لو أنه طرحنا يعني هنا الآن لاحظوا لهذه أنقلها إلى الطرف الأيسر والمارجين الكوز هنا لو نقلنا بمعنى آخر هذه هذه عفوا حتى تكون إشارات واضحة نقلنا هذه الطرف الأيسر هنا وهذه الطرف الأيمن وعدل الترتيب فتصبح المارجين الكوز أو برايس ناقص مارجين الكوز برايس اللي هو السعر المطروح منه الكلفة الحدية تساوي سالب في دي بي دي كو هذه مهمة جدا جدا أرجو انتباه لها كل ما قمت به أني الآن نقلت المارجين الكوز إلى الطرف الأيمن ونقلت بحيث أنها أصبحت ناقص مارجين الكوز وهذه إلى الطرف الأيسر ثم وضعتهم بالشكل البسيط التالي لا تختلف يعني الإشارة ستبقى كما هي فالآن برايس مطروح منه المارجين الكوز يساوي سالب كو في دي بي دي كو نكمل بقسم الطرفي المعادلة على بي الآن نقسم نقسم عفوا فالآن بيطلع عندي النتيجة قبل النهائية أنه برايس سالب مارجين الكوز هنا مقسم على السعر يساوي لاحظوا لي هذه إذا قسمنا واحد عليها يعني هي معكوس المرونة ف واحد مقسم على هذه الكمية بتعطيني سالب واحد على الإبسلون اللي هي مرونة الطلب السعرية إذن هذه المهمة جدا السعر مطروح منه المارجين الكوز أو الكلفة الحدية مقسم على السعر يساوي سالب واحد على قيمة المرونة الطلب السعرية بما أن مرونة الطلب السعرية دائما وأبدا دائما وأبدا إشارة سالبة إلا إذا كانت صفرا وبالتالي وضع يعني الإشارة السالبة هي بتعطيني قيمة مطلقة سالب على سالب بعطيني بالحال هي قيمة موجبة نكمل أي أن الآن هنا لاحظوني هذه price سالب مارجين كوز على السعر يساوي سالب واحد على الالاستيسيتي هذه الآن يمكن تبسيط هذه الصيغة بضرب عفوا هنا بضرب هنا بضرب طرفي التعادل بP هنا يعني طرفين معدل في P فينتج عندي P سالب مارجين كوز تساوي سالب P على إبسلون ما يعني أنه الآن P زائد P على إبسلون تساوي مارجين كوز وتساوي السعر في واحد زائد واحد على إبسلون لأنه نقلنا الإشارات هنا أذكر بأنه هذه الآن القيمة هذه القيمة تسمى مؤشر مؤشر ليرنر ليرنر في الاحتكار الاحتكار أو ما يسمى ليرنر ليرنر خلنا أكتبها أحاول أني أكتبها بخط ليرنر مونوبولي اندكس باعتذر على أنه القلم ما بيساعد كثير كثير المهم أنه نتذكر هذه القاعدة الآن مهمة جدا لو تعيدوها مرتين ثلاثة قد تصل إلى فهم إلها الآن قاعدة المرون هذه أعيد كتابة هذه الكمية هنا لكن بدأ أمثلها بيانيا تمثيل بيانا كما يلي على المحور الأفقي الكميات المباعة المنتجة المباعة على المحور العمودي سعر السلعة والآن هذا طبعا النقطة تقاطع تساو صفرا هنا المارجين الكوست هذا المارجين بعد كبيات كبيرة يعني بنزل بنزل أو ينخفض ثم يعني أخذ بالتصاعد لكن نقول أنه يعني انخفاض كان على الشكل التالي ولو افتراض وانا الآن في الحالة الأولى أنه في عندي هذا للحالة الأولى فبما أنه هذه الكمية تباع يعني حسب منحنة طلب بالأسعار المدرجة عموديا فبنتج عنها هذا المارجين الروفينيو الآن هذا المارجين الروفينيو الناتج عن منحنة الطلب الأولاني d-a فd-a أنتج m-r sub-a تقاطع الآن حسب قاعدة المارجين الروفينيو equals مارجين الكوست تقاطع عند هذه النقطة تحضروا تقاطع هذه النقطة صفراء فالسعر الآن نتج عنها أنه يعني سأذهب الآن عن نقطة التقاطر وأذهب إلى منحنة طلب منحنة طلب حيث الآن نتجت هذه النقطة A وبالتالي تباع هذه الكمية QA هذه الكمية المثلة لأن المارجن كوشسا ومارجن ربيع عند هذه النقطة أنتج النقطة A وبالتالي تباع مقابل السعر PA هذا السعر لنفترض الآن بأن منحنة طلب مرونة انخفضت يعني أصبحت منخفضة نحو الصفر لنفترض بأنه أخر الشكل التالي الآن بما أنه انخفض المرونة يعني اقترب من الشكل العمودي وبالتالي الآن نتج عن هذا المنحنة اللي هو D sub B نتج عنه مارجن رفنيو خلنا نقول عنه مارجن رفنيو sub B نتج عن هذا المنحنة البني يعني الأزرق أنتج الأزرق المتقطع وهذا المنحنة البني DP أنتج المارجن رفنيو المتقطع وبالتالي النقطة التقاطع مع المارجن مع المارجن الكوس عند هذه النقطة فهذه النقطة الصفراء هنا وبالتالي ارتفع السعر من P A طبعا الكمية الآن طبعا يعني الآن على منحنة الطلب انتقلنا من A إلى B وبالتالي الكمية المنتجة انخفضت لكن السعر ارتفع إلى هذه النقطة اللي هي P sub B وبالتالي لاحظوا أنه عندما تنخفض مرونة الطلب السعرية يعني الآن مضطر المستهلك أو المشتري أن يبتاع أو أن يشتري هذه الكمية مهما كان سعرها لأنها يبدو أنها ضرورية أو من قبل محتكل فبعض الحسابات البسيطة هنا سأذكرها حسب القاعدة هاي لاحظوا لي أنه افرض أنه الآن إلى السسسة أستخدم آلة الحاسب بعد إذنكم خليني أستخدم آلة الحاسب على جهاز الهاتف افرض أنه الإلاستيسيتي تساوي عشرة معنى ذلك بأن price ناقص marginal cost على price equal سالب 1 على عشرة ويساوي سالب 0.01 يعني بيكون بالحالة طبعا لأنه نحكي من قيمة مطلقة وبالتالي 0.01 السعر بيكون مرخفض جدا جدا لكن لنفترض بأن الإلاستيسيتي الآن الإلاستيسيتي كانت point من النقطة طبعا قيمة مطلقة أرجوكم 0.5 0.5 وبالتالي الآن the price ناقص marginal cost على السعر يساوي 1 على 0.5 أو يساوي 2 لاحظوا لي كيف ارتفع من 0.1 0.01 أو 0.1 إلى 2 ما يعني كل ما انخفضت قيمة مرونة الطلب السعرية الآن بارتفع السعر والفرق بين price و margin cost يرتفع أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن يكون قد قدم الفائدة العظمى لكم جميعا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة